ولكن أول قعدة مع أكلر كتت عاملة إزاي؟ أول قعدة مع أكلر يعني أنا بفهم شوية ألمانيا وبفهم شوية بفهم جنيز منيح يعني عربي كل شي عدنا أرجان شوية يعني كيف هو بشوفني كوجوم وين أركض وين يعني إنه البيسيكس العادي سلم مع بعض وقال لي القدب رواقل لا أتعلم الفريق النادي نبسم كون مبسوط ولما نقرب المتشاط نرجع نتكلم يعني مشي كتير بس أرجاني كم فيديوهات على كيف كراس حربك وكما تسعى بتلعب بنادي الأهلي هو عايزك تلعب إزاي؟ أه ممتيل أو غيرك رسيت بفرق يا وشام يعني وإنت بتلعب برا بطريقة وين بطريقة وإنه حسيت إنه هو الرد اللي عايزك تلعب نفسه بطريقتك واسلوبك هو اللي حلو فيه إنه هو إيروبا كمان يعني إنه مفيش غيار كتير في اللعبة أنا طبعاً هو عنده التاكتكس تاوه طبعاً مدرب بلعب أربعة ثلاثة ثلاثة شين مدرب بلعب أربعة اثنين ثلاثة واحد يعني أي شيء بس حسيت إنه هو بحب الطريقة اللي أنا بلعب فيها إنه ها أهم شيء إلي أنا إنه راح ألعب زي ما بنتكي أنا ألعب بس بطريقتي أنا أوكي وأهم شيء إنه أشتغل لك وأركض لك وأدافع وكل شيء غير هيك أكون أنا وسام وسام عشان فيش تتعمل 11 وسام بالملعب أو 11 إمام أو 11 أبشا أو أي شيء لا كل واحد حاله فأنا جاي هون أكون وسام أبو علي ألعب كوسام أبو علي بفريق نادي الأهلي